بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين خير خلق الله طاها فاق شمسا في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وبعض مشاهدين الكرام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم على مائدة شموس العارفين في تقلب الساجدين شمسنا اليوم شمس لا تغيب لا أقول من أعلام الصحابة بل هو أول علم من أعلام الصحابة لا أقول صاحب رسول الله بل هو خير صاحب لرسول الله لا أقول إلا كما قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الكلام عن سيدنا أبو بكر تحس كده إنه بياخد حالتين حالة من الجلال وحالة من الجمال تحس قمة العظمة والشدة وفي نفس الوقت قمة الرفق والحنان شدة سيدنا أبو بكر ما تبنش لكن هي جوه الظاهر من سيدنا أبو بكر الجمال والحنان والرئة والرفق والحب الكامل اللي أعطاه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلينا في البداية نقول هو أول من أسلم من الرجال تخيل كده أول من أسلم من الرجال والمشاهد الكريم يخلي باله معي لأنه يقول لك إحنا عندنا حديثين يا مولانا حديث بيقول إن أول من أسلم سيدنا أبو بكر وحديث تاني بيقول أول من أسلم سيدنا علي هي الحديث متعرضة بتاعتكم ولا إيه نقول له لا والله حضرتك مش واخد بالك أو يمكن ما أريدش السيرة كويس أو ما لكش في اللغة العربية أوي حديث أول من أسلم أبو بكر صحيح وحديث أول من أسلم علي صحيح إما للتوفيق ما بينهم يكون إزاي يكون إن أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر وأول من أسلم من الصبيان أو الشباب سيدنا علي بن أبي طالب يبقى هنا الحديثين يتوافقهم ما فيش تعارض ما بين الحديثين سيدنا أبو بكر الصديق أول من أسلم بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال كان صاحب سيدنا النبي قبل البعثة أيوة كان صديق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كان بيعبد أصنام لأ أغلب الآثار بتقول إن من الصحابة اللي معبدوش أصنام إطلاقا لأبل البعثة ولا بعد البعثة منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا علي بن أبي الطالب ولذلك يقولون هؤلاء من الصحابة الذين لم يسجدان لصنام قط لأبل بعثة سيدنا النبي ولا بعد بعثة سيدنا النبي ليه أبو بكر كنت كده أبو بكر كان رجل عاقل وحكيم وتاجر وذو فئة من الناس ولو أصول ولو أعراقه وكان يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة ليلة أخلاء سيدنا رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم ذو الأمانة ذو الصدق ذو الكرم ذو الشجاعة ذو الوفاء معروف في قومه أن محمد سيد فتيان قريش فكان سيدنا أبو بكر بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأخلاق الحميدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالرسالة أول واحد آمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر لمعرفته السابقة بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ييجي البعض يقول لك ألا هم قريش ما كانوش عارفين أخلاق سيدنا النبي يعني أبو بكر بس اللي كان عارف لا قريش كلها كتعارف أخلاق سيدنا النبي ألا تبش معنى أبو بكر اللي سبق نقول لهم لأن الله تعالى أراد بأبي بكر خيرا فأظهر له نور رسول الله وفي حاجة اسمها نور سيدنا النبي آيوة يا جماعة سيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري يقول إيه إذا أراد الله بالعبد خيرا كشف له عن سر الخصوصية في من يتبع وطوى عنه جانب البشرية فيه الوارث المحمدي أول شخص محمدي سيدنا النبي وبعد كده الوراث المحمديين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء الربانيين والأولياء الصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أول شخصية محمدية سيدنا النبي نؤمن طبئ الحكمة دي على سيدنا النبي ما هم شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس لما شفوه شفوا جانب البشرية فيه فيقولوا ما شافوا يتيم بني طالب أو شافوا محمدا اليتيم فما شافوش فيه الأنوار اللي ربنا بعثوا بيها وإذا أراد الله بالعبد شرا والعياذ بالله طوى له جانب الخصوصية في من يتبع فما تأم تشوفش النور اللي فيه ما تشوفش السر اللي فيه ما تشوفش الهدايا اللي فيه سيدنا أبو بكر لما شافوا شافوا الأخلاء المحمدية شافوا الوراثة المحمدية شافوا الأنوار السماوية إنها نزلت في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قريش لما شافوه وفي نفس الوقت أهل المدينة عمرهم ما شافوا سيدنا النبي عمرهم ما شافوا أول مرة يشوفوا يوم الهجرة من مكة للمدينة اللي تولد فيهم واللي تربى فيهم يقولوا يتيم ومش كفاية وقالوا لو لا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم هو يعني ربنا مش لائغ غير محمد ينزل عليه القرآن أم القرآن نازل على طول يقول له أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم هو هم اللي هيختارهم نخلي مين وما نخليش مين ولذلك سيدنا أبو بكر هنا أهل المدينة على طول أول ما شافوا سيدنا النبي مع أول نظرة ألو طالع البدر علينا من ثنيات الوداع لماذا؟ تجلت لهم الأنوار المحمدية فشفوا نور الله في وجه سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر من أول لحظة أم ناطئ النور ده ولذلك أول من أسلم من الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق وكان من السابقين بل هو أسبق السابقين القرآن الكريم لما يوصف في صورة الواقعة يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون فين يا رب؟ في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين تخيل مع كل ده يجي سيدنا أبو بكر هو اللي يتوجه للدعوة الإسلامية ويبدأ يدعي كل الصحابة السابقين للإسلام بنسبة 90% منهم جم على يد سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان بن عفان جاء على يد سيدنا أبو بكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف جاء على يد سيدنا أبو بكر كثير من الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص جاء على يد سيدنا أبو بكر كثير من الصحابة السابقين للإسلام جم على يد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه كان سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا أبو بكر الصديق أحب خلق الله إليه كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح هذا الموقف جليا في رحلة الهجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ما اخترش غير واحد بس معاه والقرآن الكريم نزل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الساعة وحدى الظهر سيدنا النبي ما بيزورش حد في الوقت ده في طريق السيدن أبو بكر نادته أسماء إذ بصرت به ستنا السيدة أسماء لما شفت سيدنا النبي جاي من بعيد جريت على أبوها سيدن أبو بكر نادته أسماء إذ بصرت به تقول أبي ذا جاء كالمصطفى السمي السمي يعني الجميل قال لها فداء له أبي وأمي ما الذي جاء به في غير مقدمي مش معا الدخول ولمجي دلوقتي فلما وصل إليه قال حبيب أبا بكر أمرت بالهجرة من مكة لطيبة فاكتمي قال حبيب محمد الصحبة الصحبة عيناي همتهمي تقول السيدة عائشة روية الحديث والله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح كبكاء أبي بكر لفرحه برفقة رسول الله انظر إلى موقف آخر يمرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعوده الصحابة من بين عواده وزواره الحبيب الأجل أبو بكر الصديق رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتألم بين طيات المرض فعاد من عند رسول الله مريضا فأفاق النبي وقام وشفي بأمر الله من مرضه فسأل أين أبو بكر قالوا مرض من يوم أنعادك يا رسول الله من يوم مزارك أنت مريض وأبو بكر مريض فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده قام متهللا قالت له زوجته يا أبا بكر لك أيام لم تبرح الفراش فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على قدميك متهلل الوجه فأجاب قائلا مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه أي محبة هذه وأي أنوار قذفت في قلبك يا أبا بكر حتى يحفظ الله بك الملة ويجعلك خليفة لرسول الله وتكون خير صاحب له ويصرح القرآن بمصاحبتك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس هذا وحسب بل كان ممن تخلصوا من أموالهم عندنا في الشرح ما ينفعش تطلع من ملك غرب التولت تقول أتصدق بملك كله مش من حقك شرعا مش من حقك سيدنا النبي قال كده ألا أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس بس سيدنا أبو بكر طلع من ملك كله ألدحل أبو بكر المقام دوا مقام أبو بكر الصدق بس سيدنا عمر يحكي الموقف يقول والله ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني فطلب النبي صلى الله عليه وسلم مالا ذات يوم لتجهيز الجيش ووافق ذلك اليوم مالا عندي في بيتي فقلت اليوم أسبق أبي بكر جسدنا عمر قارع على بيته فشطر ماله نصفين وجاء به في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أبقيت لأهلك يا عمر قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله أنا قبت النص وسبت لهم النص فإذا بأبي بكر يدخل بمال كثير غزير على رسول الله فألقى المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال له يا رسول الله أبقيت لهم الله ورسوله كل الفلوس قال له أبو بكر ما هو عمله قال لك لا ده مقام خصب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ده شرح الإمام زروق لهذا الحديث يقول ومن رحمة الله بأمة رسول الله أنه يضع لكل رجل ذي قدر قدرة ده مقام يطنع من ملو كل لو سدنا النبي يقره والقرآن يقره لأنه تخلص من كل شيء لما يجي سدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظات الأخيرة يبان جمال سدنا أبو بكر أوي وجلال سدنا أبو بكر أوي سدنا النبي صلى الله عليه وسلم فارق الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى ضجت المدينة بالبكاء الحتة دي مهمة أوي يا جماعة اسمها التمسك بالحقائق عند اختلاف الطرائق لما الفتن تكتر أوي والمشاكل تكتر أوي ومحدش عارف فين الحق وفين الباطل لازم أن تمسك في الحقيقة لأن الحقيقة من الحق الصحابة كلهم نكسوا على أعقابهم سدنا عمر شهر صيفه قال لهم من قال أن محمدا قد ما ضربت عنقه بسيفي سدنا عثمان شل في موضعه سدنا علي أخرس لم يتكلم معتش أدري يتكلم ده حال أقرب الناس لسدنا النبي يقول سدنا أبو بكر في رجاحة عقله وجمال منطقه ويقف بين الناس ويعلن الحقيقة مع كامل حبه لرسول الله أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت عرف شدة أبو بكر اللي مستخبية طول الزمن اللي مستخبية في حياة سدنا النبي صلى الله عليه وسلم المستخبية في مواقفه المستخبية في كل حتة هنا التمسك بالحقائق ينطلع لهم أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يسمع سيدنا عمر وهو شاهر سيفه ويقول والله من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي قال أيها الحالف عن رسلك أما قرأت قول الله إنك ميت وإنهم ميتون أما قرأت قول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون وكان أعلم الوراء بقدوم أجل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توف فيها أبل الوفاة بشهرين اثنين سيدنا النبي وئفي يخطب قال إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله فبك سيدنا أبو بكر والصحابة أعدين سيدنا عمر يروي الحديث بعد كده يقول فتعجبنا لبكاء أبي بكر إن النبي يتكلم عن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله قال فكان المخير هو رسول الله وكان أعلمنا بذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفمع هذه الشدة يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على جسده الشريف المسجة ويجلس بركبتيه ويبكي وتذرف عيناه ويقول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا حبيبي أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم يا خليلي أيكفي هذا في أبي بكر كلا والله لا يكفي يقف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له اليوم اللي سيدنا النبي متفي انتقى للرفيق الأعلى وقف في بعض صلاة الفجر يخطب في الناس وقال خطبته الشهيرة ومن بينها قال أيها الناس كل من كان له عندنا يدا كافأناه بها كل اللي له عندنا جميل ادنهوله إلا الصديق له عندنا أياد يكافئه عليها الله أيها الناس كل الأبواب على المسجد تغلق إلا باب الصديق كل اللي فتح باب يم المسجد النبوي يقف البابه والباب الوحيد اللي يفضل مفتوح لحد النهاردة تزرسلنا النبي تلاقيه باب أبي بكر الصديق خير صاحب لرسول الله أول من أسلم بعد رسول الله من صرح القرآن باسمه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رزقنا الله وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما يرضى وأمدنا وإياكم بمدد رسول الله دنيا وأخرى ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر